من أرض طهرتها القداسة وسير الرجال الطاهرين المطهرين جاء العالم الجليل آية الله الشهيد السيد حسن بن الفقيه الزاهد الورع آية الله العظمى المرجع الديني السيد ميرزا مهدي بن السيد حبيب الله الحسيني الشيرازي وقد ولد المجاهد الشهيد في مدينة النجف الأشرف بالعراق عام 1354 هجرية الموافق لعام 1935 ميلادية وعلى هدي جده الشهيد سار السيد حسن في نشأته حيث احتضنته الهداية متمثلة في رؤى والده الفقيه الورع والتي صاحبها في مطلع حياته إلى كربلاء المقدسة ليعيش بجوار مرقد جده ومن الحضور القوي لصرخة التاريخ المدوية والتي صنعها الجد بدأت ملامح الوعي الديني الإسلامي والفكري الثقافي تتفتح من هناك من كربلاء أرض شهداء تربي السيد الشهيد الشرازي في بيت المعرفة وفي أحضان العلم والفضيلة والورع والتقوى وكان لوالده المقدس آية الله العظمى السيد ميرزا مهدي الشرازي الدور الأبرز في صقل شخصيته لكي تكون شخصية إيمانية متكاملة الأبعاد والجوانب تتلمذ الإمام الشهيد على أيدي جملة من العلماء الأفاضل شكلت معارفهم بالإضافة إلى معارف والده أرضية صلبة منحته القوة لأن يكون محركا معرفيا لعدد من الأجيال الشابة هذه العلاقة المتينة مع العلم والعلماء دفعت بالإمام المجاهد لأن يكون راية علم متحركة ومتوثبة فقد وصل في مراحل دراسته إلى المرحلة العليا في الفقه والأصول ونال درجة الاجتهاد والاستنباط للأحكام الشرعية كما درس العلوم الحديثة ونبغ في المعارف الأخرى كالأدب والشعر والبلاغة الشهيد الشرازي رضوان الله تعالى عليه في الواقع كانت حياته سلسلة من المخاطر وسلسلة من التهديات لأنه لم يكن يخشى إلا الله كان يشوف كلمة الحق ولذلك واجه البعثيين في العراق بتلك الضراوة وكانت مسيرته في الحياة هي التصدي لأي ظلم ولأي ضاغوت ولأي ظلال أيضا ظلال فكري أو عقدي أو ما أشبه ذلك فكانت حياته سلسلة من المخاطر لكنه رضوان الله تعالى عليه واجهها بمزيج من التوقل على الله سبحانه وتعالى كانت هذه الصفة تطبع حياته بشكل رهيب وجد الإمام الشهيد نفسه في مواجهة مع الدكتاتورية والتسلط الحزبي فقرر أن يواجهه وهكذا جاءت قصيدته الشهيرة التي هجى فيها الواقع السياسي العراقي آنذاك وتحت وقع ترداد الجماهير لقصيدة الإمام الشهيد وتفاعل أثرها في النفوس أمسى مجاهدنا تحت دائرة الخطر فجاءت إليه المشورة بأن يغادر الواقع العراقي مؤقتا بينما تتضح الصورة فقام بالهجرة إلى لبنان هو من أوائل من نقل نشاطه إلى داخل لبنان وقام بتأسيس بعض المؤسسات منها دار الصادق وهي باعتراف الجميع أول دار رسالية دينية بحتة تأسست في لبنان لأتباع مدى بأهل البيت حين قامت زمرة عفلقية بالاستلاء على السلطة ولتبدأ معها فترة قاسية من النضال كرس فيها الإمام الشهيد نفسه أنموذجا للفكر الإنساني المقاوم ففي يوم من أوائل شهر ربيع الأول عام 1389 هجرية الموافق لحزيران من عام 1969 ميلادية قامت القوى الأمنية باعتقال الإمام الشهيد ونقلته فورا من كربلاء إلى السجن المعروف باسم قصر النهاية سيء الصيط وبعد رحلة طويلة من الصمود أطلقت السلطات سراح الإمام الشهيد ليعود إلى أتباعه ومحبيه وقد خلف لديه السجن أثرا جسديا متعبا عبر أساليب عديدة ومتنوعة من التعذيب ولكن كان يشعر أن هذا الإفراج ليس أكثر من هدنة بينه وبين النظام الحاكم فقرر أن يغادر العراق للمرة الثانية فهجر إلى لبنان ودخل إلى المستشفى بعيد وصوله إلى بيروت وذلك لمعالجة الآلام والآثار التي تركها التعذيب الوحشي على جسده الطاهر ولتبدأ بعدها رحلة جهاد أخرى بميدان ليس أقل شأنا من السياسة والنضال الفكري السياسي فقد تركز عمله على إقامة المؤسسات التي تنهض بالوعي الديني والعلمي لطلبة العلم نتذكر عددا من المساجد التي أسسها في سوريا وما زالت إلى اليوم تشهد بصنيعه غير أن هاجس الإمام الشهيد لم يكن ليكتمل في التحقق دون ظهور الحوزة العلمية الزينبية والتي كانت أول مؤسسة دينية يتم تأسيسها على يده رحمه الله نشط الإمام الشهيد في عدة بلدان امتدت من العربية السعودية إلى مصر إلى دول الخليج العربي وإلى دول إفريقيا ففي السعودية وعلى هامش تأدية فريضة الحج أراد الإمام الشهيد أن يتم تأسيس رابطة إسلامية عالمية شاملة عبر لقائه بوفود الحجيج القادمة من كل أنحاء العالم وعبر لقائه بالمسؤولين القادمين إلى الحج بالإضافة إلى قيامه بالنشاط الاعتيادي في التبليغ وتوزيع الكتب الإسلامية هناك وقد حاول في ذات السياق العمل على إعادة إحياء عدة رموز إسلامية هامة كسعيه لإحياء زيارة مرقد الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحاولته الأبرز لإعادة الاعتبار رسمياً لمقبرة البقيع وإعادة بنائها وبناء مقامات أئمة آل البيت عليهم السلام فيها ورغم نجاح محاولاته في ذلك عبر استحصال الموافقات الأساسية إلا أن العملية خضعت في النهاية لاعتبارات سياسية وحقاً كان لنشاط الإمام الشهيد فعاليته المؤثرة في واقع كان يحتاج لأياد بيضاء كي تعيد له صفاءه وعلى الضفة المقابلة كان ثم تجحافل من الأياد السوداء التي لا تريد للبنان ولا للأمة أن تستعيد نهضتها وقوتها فدبرت وخططت ونفذت عملاً إجرامياً قذراً أودى بحياة الإمام الشهيد وفي التفاصيل عندما كان الشهيد الجليل خارجاً من محل إقامته في بيروت متوجهاً إلى مجلس التأبين الذي عقده لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس الله سرة في مدرسة الإمام المهدي عليه السلام وحيث كان مستقلاً سيارة الأجرة أحاطته أربع سيارات تحمل مجرمين أطلقوا عليه النيران فأصبته عدة رصاصات في رأسه الطاهر فلبى آية الله الشهيد السيد حسن الشرازي دعوة الحق وشيبته مخضبة بالدماء فنالت درجة الرفيعة من الشهادة رضوان الله تعالى عليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة